من ناس أخرى تقول الشغل مريح الى اليوم اندول觉得 ان song is gross مما ان هناك شيء هيهم الشغل و Nasus تعال اقول لك بقى النهاردة الشغل مريح ليليومون دول وتشمعنا الوقت ده مفوش شغل اسم الله والصلاة والسلام على رسول الله زيكو عاملين ايه نهاردة بازن الله جاين نرد على بعض الاسئلة للناس باعتهالنا يجد عائل الشغل مريح مفيش شغل ليومون دول الشغل مش مجازي الدنيا بايزة مش عارف ايه الناس القديمة في الشغلان دي او اللي شغالين من كازا سنة فاهمين الدنيا ماشي ازاي وعارفين ان الشغلان دي مواسم وفيه اوقات فوق واوات تحت وايام فوق وايام تحت wofnفس اليوم ممكن تجد gusta få بنفس الى ا einzelهام شغل مريح جدا في اوقات معينة فالنهاردة بازن الله هقول لك على الزتونه او هقول ليك على القواعد اللي انت تمشي عليها عشان تكون فكرك او دماغك اللي على الا Heck ومقى المباق بقواعد الشغلان وتكون كابتن فاهم متكونش واحد شغل كده وخلاص فالنهاردة بازن الله جاين نقول لناس اللي هى مش فهمة الدنيا ماشي ازاي لكن الناس القديمة اللي فهمة اللي عارفة اللي عارف اوقات الشغل واللي مفوش شغل والكلام ده كله دمع نفسه رب ناس لحاله ويزيدوا فهم في الشغلانة احنا النهاردة بس جايين لفهم الناس اللي مش فهم الدنيا مش هزاي اليوم اندول فعلا في ناس كتير بتشتك ان اوقات الشغل مريحة جدا 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 فعلا كلامك مصبوط بس في اوقات معينة يعني احنا اليوم اللي احنا فيه مدود داخلين على مدارس والناس بقى واخر الشهر يعني داخل من عيدين اخر الشهر ومدارس والدنيا بايزة مع الناس واللي كان بيركب كتير اوقف شوية عشان خاطر عنده مصاليف مدارس عنده ده عنده ده عنده ده فالدنيا بتبقى بايزة معها حتى انت لو عندك ايال هتبقى عارف اللي انا بقوله ده فالموضوع بقى ده الا اوقات تلوع الموظفين يعني للضرورة قصوى وفيه اماكن معينة واوقات معينة وايام معينة كل ده هقولولك في الفيديو ده بس اهم حاجة زي ما قلت لك قبل كده لو انت مش متابعني يبقى فايتك كتير لو انت متابعني على التيك توك على الفيسبوك على اليوتيوب اعمل لنا متابعة وحط لايك عشان يوصلك من لنا كل جديد واوعى تنسى المسابقة المسابقة اعلننا النهاردة عن الناس الفايزة ودي الناس الفايزة او بحطها لك بردك في الفيديو ده ومع التسليم الجواز ان شاء الله يوم السبت اللي هو واحد وتلاتين تمانية وباذن الله هنعلن اسماء الناس كلها اللي فايزة حتى لو حاجة صغيرة هنعلنها في اللايف ان شاء الله بكرة التلات يوم سبعة وعشرين تمانية بالليل الساعة عشرة بالليل هنعمل لايف على اليوتيوب ولايف على التيك توك في نفس الوقت هنقول للناس كل اللي هم عاوزينه تابعني وزي ما قلت لك لو انت مش بتابعني بفايتك كتير قعدة رقم واحد معنا ان انت اهم حاجة تكون راجل شغال وفاهم في كل الابليكيشن يعني تكون معاك كل الابليكيشن في التليفون بتاعك ويستحسن يعني يكون معاك تليفونين عشان خاطر التليفون الواحد بيكون موضوع صعب فيه انا عارف في ناس معاك تليفون واحد مش قادر يجيبه واحد تاني مش مشكلة يعني سلمها لله مع الكلام يكون افضل و احسن بالنسبة لك لأنه يكون سهل بالنسبة لك تشوف ده شوي وتشوف ده شوي تضع اتنين هنا و اتنين هنا او واحد هنا و ثلاثة هنا كده يعني اقسمها زي ما اقسمها بس الموضوع يكون سهل معك والدنيا أسهل رقم اتنين الشغلانة دي مش عربية وتليفون وابليكيشن و بس الشغلانة دي حاجات كتيرة جدا تكون فاهم في طرق فاهم في تكنولوجيا فاهم في تليفونات فاهم في كل حاجة عارف الاماكن الشعبية الاماكن اللي حاجةé كلها عشان تكون عارف انت رايح فين وجاي منين واولا واخرا زي ما قلنا قبل كده الموضوع مش بالسكاء الرزق ده سبحان الله ربنا جعل لنا كل حاجة في الدنيا اللي حاجة واحدة جعلها في السماء وفي السماء رزقك ومم تواعدون فانت اولا واخرا الموضوع رزق مش بالفهلاء ولا بالحداء ولا اصلا انا بفكر احسا اصلا مش عارف ايه لا والله كله سبحان الله بيعط 이�د رزقه رزقه زي ما ربنا عايز. بس انا بحاول اوصل فكرة ان في ناس بتقول مفيش وفي ناس عالجروبات يقول لك اه ده مفيش ده الحكاية ده الرواية ده الاسعار ده الدنيا ده رايح فين ده جاي منين ده مش عارف ايه. فانا بحاول اوصل لنا دي رسالة ان انت انزل اشتغل. ما تعدش تبص على ده تبص على سبحان الله. ممكن ان اكون انا نازل اشتغل ومش عارف اشتغل او ربنا انا فاهم بالشغلانة بس ربنا مش جعل لي رزق في الوقت ده فهتلاقيني مش شغال. واحد تاني سبحان الله تلاقيه في نفس التوقيت شغل 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 موس. حاجة عشر على عشر ربنا يزيد ويصلح حاله. فالموضوع مش مقياس ان انا لقيت محمد مش شغال يبقى انا كمان مش اشتغل. لا. هي سبحان الله اولا واخيرا ارزاق. فانزل اشتغل وما تعتمدش على حد. زي ما قلت لك قبل كده خليك انت الترمومتر بتاع نفسك. انت اللي تقيس اه شغل. تقيس دنيتك. تقيس ظروفك. يعني او ممكن تلاقي واحد عنده قسط ست تلاف جنيه ومش عارف يسده. واحد عنده قسط عشر تلاف جنيه وبيسده متكيف ومرتاحه زي الفل. اشمعنا بقى. هي سبحان الله ارزاق. هو ربنا مقسم داغر 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 داغر. فانت اما حاجة تنزل تشتغل في كل وقت. وناس الفترة اللي فات كانوا معتمدين على الشغل بتاع بالليل والخراجات والكلام ده كله. اليومين دول بقى مفيش حاجة اسمها شغل بالليل بس. اليومين دول في شوية شغل بيكونوا الصبح. لازم تنزل تساغل لو انت من الناس بالليل بيشتغلوا بالليل. لا. اليومين اللي جايين دول ستدخلين على مدارس ودخلين على موسم مدارس والكلام ده كله. من اول الشهر الجاني. مسلا من اول تسعة كده ولا حاجة هتبدأ الدنيا تمشي والدروس والدنيا دي. فانت اشتغل الصبح شوية كم ساعة بتوع الصبح دو اشتغلهم زي الفل. بعد كده عاوز تروح نام بقى عمل لي انت عاوزه وانزل تاني من الساعة مسلا تلاتة اربعة. وكمل بقى الغاية بالليل لغاية ما الدنيا تقف وبعد كده روح. لكن في ناس كانت في الصيف في عز الصيف تنزل اشتغل بقى من مسلا من الساعة خمسة مساعة سبعة مساعة تمانية لغاية تاني يوم الصبح الموضوع ده بقى ضعيف شوية او بقى مزاي الاول. في شغل اه بس مزاي الاول. فانت حاول تاقلم نفسك على الشغل. يعني الشغلان اللي احنا فيها دي زي ما قلنا في اول فيديو نهي مواسم. فانت لازم تاقلم نفسك وتاقلم حياتك على مواسم الشغل. مش انت مسلا ليك ساعتين معين بتشتغلهم. خلاص انا مدى مدى حياتي هشتغل. لا. لازم تاقع عشان تقدر تشتغل. اصلا انت مسلا في واحد بيحب يشتغل بالليل بس. هيجي في اوقات معينة هيلاقي الشغل بالليل التيل ومش عارف يعمل الفلوس اللي كان بيعملها. فلازم يغير النظام. الا بقى واحد غصبا عن واحد موظف. مش عارف يغير اوقات ومش عارف يغير دنيات ومش عارف الكلام ده كله. ده لي زروفه ده على جنب. ربنا يصلح له. هيلاقي رزقه برضك ربنا يبعط له رزقه من طريق تاني او بسكة تانية او بنظام تاني او بحوار تاني ملناش دعوة في دي حاجة بتاعت ربنا. هنم نتكلم على الحاجات اللي احنا شايفنا والحاجات الملموسة اللي قدامنا. ان احنا بنحاول نفاهق من الناس لا اعمل كده روح كده تعالى كده مش عارفيه. دي الحاجات المهمة اللي لازم تكون عارفها وحافظها ان كل حاجة زي ما بقوله كده لكل وقت ادان. لازم انت تبقى مزبط نفسك ومقاقل من نفسك شوية بتشتغل الصبح شوية بتشتغل بالليل شوية الوقت ده شوية الوقت ده. تزبط نفسك على الشغل. ما تفضلش مسلا قاعد اه في وقت معين في شغل وتتدور على شغل وما في الشغل. لما هو الوقت ده مسلا هيبقى ضعيف. فانت لازم عشان تكون تشتغل صح. تكون عارف اوقات الشغل وتشتغل الوقت ده شوية. خلاص مفيش اروح. اليوم من ده الموسم. يعني افضل اوقات الشغل اول الشهر. طول السنة اول الشهر ده. ليه طيب سر اول الشهر. سر اول الشهر ان العملة كلهم او الناس كلها بتركب لسه ابضة معها فلوس. فجيبهم مليان. فجيبهم مليان بقى انت عارف المصريين. اول ما يكون جيبهم مليان. ايب اعطر هات. جيب. اشتري للبيت. اركب عمه اوبر. اعمل مش عارف ايه. وفاتح صدره قوي. عشان معها فلوس. لكن اول وفلوس تخلص اول الشهر. يعني راحت. على رأي واحد كان بيقول نكتة قبل كده بيقول لك بيقول لواحد موظف بيقول له يعني ايه الاوقات اللي بتبقى مزنوق فيها اه في الشهر. قال لهم بصراحة اخر 29 يوم من الشهر دول بيكونوا صعبين جدا. معنى الكلام ده ايه? انه هو بيصرف كله فلوسه في اول الشهر. فاول الشهر ده بتلاقي الدنيا خربانة. حتى في الشغل بتلاقيه عالي. اه الشركات نفسها بتيجي اول الشهر وتعلي الريت. تخلي اسعار كويسة. مش عارف ايه. فانت حاول تستثمر الاوقات اللي فيها شغل وفيها فلوس وكلام ده كله. عشان لما تيجي في اوقات تانية الدنيا تريح معك. يبقى انت معوض وانت زي الفل والدنيا ماشي معك زي الفل. وزي ما قلت لك شوف الشركات حطا لك ايه? يعني قاعدة مهمة برضك ان انت تشوف اه شركة مسلا اوبر دلوقتي فيها شغل كويس. استثمر. استثمر في الوقت ده ان هو فيه بونس فيه شغل فيه حطل زيادة حطل بيش عارف ايه. بعد شوية شركة دي دي عاملة بونس او بكرة شركة دي دي عملت بونس. اشتغل عليه. شركة اندرايف مش عارف ااخد منها ايه? شركة كريم فيها ايه? انا الاعب الشركات. ما بقاش شغال على شركة واحدة وخلاص ومش عارف اه الشركة التانية عاملة ايه? لازم اتابع الشركات كلها. وبعرف درايح فين وده جاي من اين? واكسب من دائمة واخد من دائمة وروح هنا وروح هنا واعمل كزا وعمل كزا عشان يكون كابتن فاهم مش كابتن عبيد مش فاهم اي حاجة وعمال يخبط يمين ويخبط شمال وفي الاخر يقول لك انا ما بجيبش حق البنزين ولو نزل اشتغل يقول لك شغل مريح ويسمع من الجروبات ويسمع من فلان وعلان لأ خليك انت اللي بتقيس شغلك وبتقيس كل حاجة حواليك وفاهم الدنيا رايحة فين وجاي منين وما تسألش حد اسأل نفسك انت ربنا اديك قوة وديك جسم وديك عربية وديك تليفون شغال به وانت حر نفسك انت اللي تقيم ما تخليش حد يقيم لك دي من النصايح المهمة جدا لازم تتباحها عشان خاطر تكون شغال صح ومحدش يتحك عليك ومحدش يقول لك كلام غير صحيح بس اللهم بلغت اللهم بفاشل اهم حاجة بقى يا باشل وعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وما تنساش الاشتراك في جلوب التليجرام سأسيب لك اللينك تحت الفيديو اي حد عنده اي مشكلة يبعتها لنا وقبل ما نقف الفيديو بنعمليه بنصلي عن نبي عليه افضل الصلاة والسلام وربنا ننصر اخواتنا في غزة واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله